أترحم على زميلنا السابق المرحوم الحج حيسعود الله يرحمه وحر التعازي لأهله و لأسرته وهذا كان يعني فقد متعلق بالبرلمان وبالحال البرلمانية وأيضا بالعملية الانتخابية الله يرحمه يعني الانتخابات تجري الآن في ظروف أكيد استثنائية وطبعا يعني ظروف كورونا وأيضا صار في عنا كمان يعني خبرة أكثر في القانون قانون الانتخاب فأعتقد هذا حفز الناس أكثر يعني كان بجوز في الانتخابات 2016 الناس متخوفة كيف تتعامل مع قانون جديد كيف النظام الانتخابي الكتل الانتخابية فبجوز في ناس كثير كان أحجم هذه الفترة لكن الآن صار في خبرة عند الناس وهاي لأول مرة نعم في تاريخ الحياة التشريعية في الأردن أن يتكرر التعامل مع القانون نفسه نفسه نعم دائما وأبدا نحن نذهب إلى الانتخابات بقانون انتخابات جديد هذا مؤشر إلى إن شاء الله استقرار يعني القانون جيد يعني عليه ملاحظات كثير سنتحدث عنها ولكن هو سؤال سريع لكن الإيجابة في العملية إنه استقرار تشريعي هذا مطلوب يعني دائما وأبدا أنه نروح للانتخابات ونحن نجح للقانون والتعامل معه هذه كانت مشكلة لكن إن شاء الله نتجاوزها إن شاء الله هذا القانون يستمر لكن لجهة يعني إصلاحه وتعديل يعني الثغرات أو السلبيات أو الأشياء الملاحظات الموجودة عليه فإحنا بنشاهد أنه يعني بدأ أخذ مثلا مثال دائرتي الانتخابية ومحافظتي محافظتي الكرك يعني السنة فيه إقبال كبير عدد المرشحين حوالي 180 فهذا عمره ما حصل يعني في الكرك وعدد القوائم حوالي 20 قائمة مثلا في الكرك عدد المرشحين على مستوى المملكة زاد وبزيادة ملحوظة وأيضا القوائم الانتخابية هذا يعني في مؤشر إيجابي أنه الناس تؤمن بأنه المجالس النيابية ليس كما يقال دائما أنها ليست مهمة وأنه الانتخابات يعني عملية غير مهمة وماذا يعمل مجلس النواب وما أهمية مجلس النواب لكن إذا كان في هذا الحجم من الإقبال هذا ظاهرة صحية ولكن يعني توجيه التوجيه السليم على أي أساس نحن نذهب لنترشح وعلى أي أساس نحن نذهب لنقترع ما هي الأفكار ما هي الطروحات ما هي البرامج اللي احنا بنقدمها في يعني اللي هي المضمونة العملية الانتخابية وليس فقط في شكل عملية الانتخابية من حيث أعداد قوائم أعداد مرشحين الجوهر هون هو الأساس اللي منتمنى أنه نتطور في المستقبل وننتقل بالعملية الانتخابية من حالة اجتماعية وعملية اجتماعية إلى حالة سياسية وهاي بدأ شغل بدأ شغل يعني على التشريعات على السياسات على الإجراءات والقرارات ويعني الإرادة العامة للدولي والمجتمع